فكرة تحولت إلى اختراع لتكون إبداع عمل لصاحبها تحت مظلة الجمعية الكويتية للمخترعين مطلقة العنانة لإبداعات الشباب في الملتقاها الأول في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي في الدولة ندعم كل الجمعيات النفع العام والأخص الجمعية الكويتية لدعم المخترعين طبعا هذه الجمعية سامية بأهدافها ترى الشباب الكويتيين وخصوصا المخترعين والمبدعين من هؤلاء الشباب ونحن في برنامج إعادة الهيكلة ندعم من خلال التدريب والتأهيل وإبراز هذه الأنشطة لأنهم مستقبل البلد وهم إن شاء الله اللي راح يرفعون اسم الكويت عاليا على مستوى الخليج أو المستوى العالم سقلوا مواهب الشباب لإبراز طاقاتهم عبر لجان مختلفة تقيم وتدعم تلك الأفكار كثير من اللجان التي تدعم المخترع منها لجنة دعم المرأة، لجنة المخترع الصغير، لجنة المخترع الشاب، الاحتياجات الخاصة، كبار السن، واللجنة الإعلامية والحماية الفكرية وكلها تصب في فايدة أن تطوير المخترع، دعم المخترع دعوة بمزيد جهود لدعم فئة تمتلك قدرات وإمكانيات بما يعود بالنفع للمجتمع دولة طبعاً مقدمة كثير من الدعم، مقدمة كثير من المساندة، لكن أيضاً نحتاج إلى مزيد من الرعاية في وصول هذه الاختراعات إلى حيز التنفيذ كثير من الاختراعات أو الأفكار أو الإبداعات قد تموت في بدايتها جمعية المخترعين الكويتية، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشهرة حديثاً تسأل تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية لرعاية الشباب والاهتمام بإبداعاتهم واختراعاتهم وتمكنهم للعمل في القطاع الخاص أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس